استيس فؤاد مخزومي صباح الخير صباح النور طبعا سأستضيف أيضا لوري حيتيان الناشطة في صفوف الثورة بداية أريد أن أسأل ضيفي هل تمثل السلطة وهل تقبل أن تصنف سلطة بصفتك فقط نائب وليس أي نائب نائب عن بيروت أول شي أنا أتحدث لكل مثل ما بتعرف أول شي تم بلش نقول صباح الثورة بعد سنة من الانتفاضة من الثورة اللي ابتدت أنا بعتقد الثورة مكملة صعيئة طبقة سياسية اتعلمت كيف تتعاطم على الثورة باستعمال القمع باستعمال القوة باستعمال الرصاص أمرار مطاطي أمرار غير مطاطي ما في تدجين؟ ما بعتقد العاند تدجين لأنه شوف لو كانت الثورة صارت اليوم نحن عنا في ثلاث مشاكل صارت مع بعضها واحد صار فيه انتفاضة فعلية انه خلصنا طبقة الحاكمي فاسدي اتنين وين مصرياتنا؟ اليوم نحن بالنتيجة المواطن بدوا يعيش اذا فيه طعم ولاده فيه يحط سقف فوق راسه فيه يوديه للمدارس فيه يحكمهم معه وقت يتعاطب السياسي بس النهار يلي بيصفي فيه عندك مثل يلي امرأنا فيه عملية تفليس البلد بالكامل مش لأنه هلأ صارت التفليسي طول عمركات التفليسي بس كانوا عندهم زكة كفية انه تضحكوا علينا اليوم ما بقى في دحك لانه بفعليا المصارف والمؤسسات المالية وبنك المركزي والدولي ما في مصريات في تفليس في تجوية تلاتة ما حصل ببيروت باربع أب اكبر جريمة حصلت ببلادنا بخلال ثواني ميتان قتيل ستة الاف جريح تلاتمائة الف مشرد من بيوته وين صارتها بالحرب الاهلية ما صارت عنا فيها هالمجموعة باعتقد صفوا اللبنانيين صاحين لدرجة يعملو لك حاش تضحكوا لينا هذه طبقة فاسدية كلهم يعني كلهم انت بتعرف انا اول مرة ترشحت الانتخابات كانت في سنة الالفين اسقطني وقت السوري مع الطبقة الحاكمية نفسها يلي حاولت تسقطني بالالفين واتمنتاش اي يعقل انه رئيس وزارة ووزير داخلية يتآمرون على المرشحين ببيروت وضي انا لو انا لوحيدين ما كنت بالسلطة وما قدروا يعملوها لانه العالم كانت تحبي بالاخر تغير لكن انا اليوم مش قانون الانتخاب جديد هو اللي وصلك النسوي لا 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 انا نلعب خي ما ليش كان معي انا لما فرزت الاصوات فوق 22 الف صوت لما اعلنوني الليحة صفت بالاخر تحت 16 الف صوت شون احنا عنا محايا نازلين طول الليل طالف اتأخرت نتائج بيروت انا باعتقد اليوم على القليل اللي كان طالي مع واحد حسب المعلومات كان طالي مع اتنين اتنين يلي طلعوا يلي سقطوا ليهون اتناناتهم من يلي كانوا بمفهومية الـ 2016 الزعيم الاقوى عند السنة الزعيم الاقوى عند الدروز الزعيم الاقوى عند المسيحيين هذا اللي صار فيها ما كان بدون لا درزي يطلع معي ولا سني يطلع معي لانه كيف بالنتيجة بالنسبة لهم هني وبس لقد اليوم انا بعت بيرحالي انه كل شي عملته السورة وانا من اول نهار تبنيت مواقف السورة لسبب واحد قدروا يحققوا يلي انا ما قدرت حققوا بخلال 20 سنة مش ان يك انا بعت بيرحالي ممثل لانه انا كنت ناوي اسلاقيل مش انه ما كنت فيه بس لما اسقطت حكومة حسان دياب بقالنا خلينا نكون من جوا تنعمل تغيير لانه بالنتيجة بدنا اشخاص من الداخل وبدنا اشخاص من الخارج نتعامل نحن وياهون وانا بعت قد اليوم بالنسبة للي انا 100% مع السورة انا 100% مع مطالبون وكنت واضح من الاول الطريق السلطة فشلت السلطة طبقة فاسدة السلطة في هجوعتنا السلطة اغدت اموالنا السلطة ما عم تخلينا نتحكم السلطة ما عم تخلينا ناخد دم قلبنا اللي اشتغلنا فيه عشرات سنين بالخارج ورجعنا مصرياتنا على البلد نوقدرنا فيه لان خلينا بالنسبة للي باعتبر الثورة مكملة انا باعتبر الثورة اليوم صفة ناجة يلي بلشت انت بمقدمتك عم تقول شو لح تكون شريكي انا باعتد هذه الطبقة سوف تحاول ان اتظلمت مسكي بمقارية الحكومة عم نشوفها بعد سنة بدو يرجعوا الحريري بعد سنة بدو يرجعوا نفس الاشخاص اللي اسقطتوهن الثورة لكن اليوم المطلوب مننا نحنا كاهل هالبلد يلي حابين نبني مستقبل لأولادنا واحفادنا نبليش نفكر من خارج الطريقة اللي كنا عم فكر فيها من 12 شهر اليوم واضح ليس هناك نية لانتخابات مكرة حتى مني شايف نية لانتخابات فرعية لانه بدون كل اللي بوجعوا الراس يشيروهن لكن هون انا بيجي بقول خلينا نشتر لك ان التحضير للانتخابات يلي سوف تحصل ان شاء الله على وقتها ب18 شهر 18 شهر منه فترة طويلة اذا كلنا فينا نشتر مع بعض ونخود معركة انتخابية لاربنا تيجي لبنان نظام برلماني واذا ما سيطرنا على مجلس النواب ما احنا قدر نغير بها القوانين يعني ذكرت وذكرت بشعار الثورة كلهم يعني كلهم اليوم وحييت الثورة طبعا بشكل واضح اليوم صحيفة الاخبار تقول رفعوا شعار كلهم يعني كلهم لكن لبأس ان يكون بينهم كوادر وقادة وممولون من اركان السلطة نفسها من يمول الثورة لا هذا كلام بقت شوف المنظومة الحاكمة عندها اول شي قالت انه هذا مشروع اماركيني ومشروع اسرائيلي ومشروع خليجي ما خلوا كلمة ما حطوها عليهم طيب لما هني هالطبقة الحاكمة كانت تروح على ايران وتجيب مصاري او تروح على بلد تاني وتجيب مصاري هذا كان مسموح واليوم اذا كان في ناس حابين عايشين ان كان بخارج لبنان حابين يمولوا هالثورة صفوا بالاخر تمويل خارجي لا يطولوا بينهم علينا انا بأعتقد هذا الكلام انه بالاخر نجي دائماً نلوم انه نحن في قصابع خفية عم تحرك الشعب اللبناني ياللي عم تحرك الشعب اللبناني بدو يقوم ب растعيش الشعب اللبناني بدو يشتغل الشعب اللبناني بدو swapped على المدارس هيدا هو تعتبر بالآخر تدخلات أجنبية فيها ليش لما كان في عندك أحزاب بتقول علني أنا الدولة الفلانية بتمولني هيدا كلام مسموح ولما المواطن بيروح عند لبناني عايش إن كان بسعودية ولا كان بأمريكا ولا كان بفرنسا وعم يقول أنا مستعد ساعدكم لأنه عند الإدراء يعتبر تدخل خارجي معلش يطلعوننا منها يدرس استاذ فؤاد مخزومي بالسياسة التأجيل تأجيل الاستشارات النيابية من طلب التأجيل ومن يخدم التأجيل برأيها شوف أول شي خالي مبلش لكل حلاوة هالبلد نحن الجماعة يعني إذا منحطنا بالأوسكار اللبناني وخاصة هالطبقة السياسية الحاكمة بتربح لأنه بتضحكوا على إبليس يعني تكونوا واضحين فجأة صفف في عنا مبادرة فرنسية كلهم تمسكوا فيها هيدا بقل لك تسعين بالمية هيدا بقل لك سبعين بالمية هيدا بقل لك تبني بالمية بقل هذه المبادرة هي اللي طلبتها الثورة من سنة تمام طلبوا عملية إصلاح طلبوا عملية عدم تدخل بدنا حكومة مستقلين بدنا حكومة مستقلين من راسة لأعضاء بدنا أشخاص ما يكون تابعين للأحزاب بدنا عملية استقلالية قضاء بدنا عملية الـ IMF بدنا عملية الفرنزيك أودت تبع الاستقصاء الجنائي تبع المصارف طيب شو هي المبادرة الفرنسية؟ ما تمنت المبادرة الشعب ومشي فيها بس يلي نسيت المبادرة الفرنسية إنه الشعب قال لا يمكن أن تطبق وسط هالطبقة الحاكمة لأنه هذه مجموعة فاسدة يعني لا تلحظ المبادرة الفرنسية الورقة الفرنسية تكليف الرئيس الحريري بعد سقوط خيار مصطفى أدي لا أمل اليوم بتلقلك شالي لا شك هناك تدخل فرنسي سيفر بعملية الدعم الرئيس الحريري واضح لأنه عم نسمع من وليد جنبلاط تسمعنا إنه إجي إجي تليفونات من فرنسا لعملية إنه طلب منه دعم الرئيس الحريري أنا السؤال لإلك نحن أكاديمي بالمئة إنه الحريري وجنبلاط وبر الحزب الله والرئيس وكل هيئتهم يمكن بقلبهم بدهم يساعدوا لبنادهم ما حدر لح نشكك بولاءهم لبلدهم جربناكم وفشلتهم جربناكم تحتى بالآخر تطلعوا ببراجة إصلاحية بس لما كانت بمفهومية الوفاق الوطني يلي نحن من بعض الطايف نتغنى فيه وفاق الوطني يعني فرنك بودين صرف الكل بودين يشاركوا فيه لكن نحن باليوم هالفكرة فشلت وصلتنا للفشل بس كليه جربنا رئيس حكومي من خارج السلطاني هو حسان دياب لا 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 صالح صالح ما بدنا حتى نزايد كتير حسان دياب جاء بمفهومية انه هو مستقل بس ما خلوا يركل حكومة مستقلين يعني يلي صارت فيها بحكومات الماضية قبل حسان دياب كان كل حزب يقول هولي السني تبقولي وهولي الشيعة تبقولي وهولي دروس تبقولي وهولي مسيحيين تبقولي بحكومة حسان دياب لأنه شايفوا المجتمع الدولي والشعب رافض عملية الاسم راني ضحكوا لينا قال أنا ما احجب لك واحد معه بطاة بس أنا كحزب بدي عينه واسمعنا وزراء لما سئلوا ليه ممضيت هالعقد الفلاني بالنسبة لموضوع الفرنزي كودية شو كان كلامه مرجعيتي السياسية قالت لي ما تمضي طيب لك هولي الاستقلالية صارت فيها أنا اليوم يقولي بحزن لما جيت أنا من عندكم عن هالمحطة اطرحت بسن الماضي مشروع قلتلكم فينا نعمل مشروع من سبع نقاط اليوم بدنزيد قال ليه طبعا ما حصل ببيروت لو نحن مصرين على تحقيق شنائي بما حصل ببور بيروت لأنه هلا بعد 71 يوم ما عرفنا شو صار مصرين على اعادة اعمار بيروت مش بالطريقة اللي اتعمرت فيها سوريدير يعني ما ميجيب واحد ومنرجع من سلمه بيروت كلياتها منرجع منعملها اتنين نحن طلبنا بحكومة اختصاصيين من راسها لا عضاء وبيجي بتقلي ما في عنا اختصاصيين بلا عنا اختصاصيين بدي حاطيك انا بعض اسامي غسان سلامي بتعتبره بالاخر في عمل وزير خارجي ولا لا واليوم كل العالم بتعتبره غسان سلامي عنده الخبرة الموجودة لما بيجي عطل على وزير مالية ما بدنا نجيب واحد شيعي حتى ما نعمل بالاخر اللخبطة ياخي ناصر سعيدي شو بيشكي ساقب الزين شو بيشكي لما بدي ايجي اطل على وزير خارجي او على وزير عدل السفير نور في السلام شو بيادعي كلهم هون اشخاص ما حدا بيشكك فيهم العالم عم يقولولنا ياخي بدنا نساعدكم والله بدنا نساعدكم بس بالنتيجة اعطوني حكومة مستقلين السياسيين بقول لك انا لنقرضى بحكومة مستقلين لانه ما في شي اسمه مستقلين حبيبي بتاع تقول لك شغلة مش كل ياتنا نحنا واصلين لمرحلة انه انت بيقترر لي مين هو السني ومين هو الشيعة مش كل العالم ماشي معكم مشان هيك انا بقول شيل بحزن على الكل هالطبقة السياسية قلنا سنة عم يقول لكم انتو فشلتو فيك تفسر لي ليه اليوم انا بدي جيب واحد من هالمنظومة بيضلو صفحتو ارجع عمللو ريباكتجينغ غيرلو بالاخر انه هو بالاخر ما له علاقة بطبقة الفساد وقال له انت سوف تقود الاصلاح وعملية القوانين لمكافحة الفساد ليه ما عملت لما كنت حضرة تقنتي بالوزارة واحد اتنين رئيس الحرير ديراكت هيدا واحد اتنين لما بيجي ناس تانين مثل الرئيس مياتي بيطرحالوا كمان او مبادرة تبا انت كنت مرتين رئيس وزارة مرتين بتعمل اصلاحات بس انا مشروع هلا تيكنوسيسي خليني يكون من الاخر العالم عم يقولونا بكل صراحة اوكي وبعتد اسمانها والفرنسي جرب يعمل لها نوع من عملية التركيبة السعودية الامارات الاماركا الاتحاد الاوروبي عم يقول لك لن يكون هناك اي دعم اذا كان هناك حزب الله شريك فيها الحكومة نقطة على السطر اوكي اجا الاوروبي اول مرة اجا الماكرون اول مرة قال بدنا حكومة اختصاصية بعدين رجل غيرها اول شي عفوا اول مرة انه حكومة بالاخر وفاق وطني بس نحن ترجمناها وفاق وطني تاني قد مرة قال نحن ما عمنا مشكلة بس بدنا دعم الكواسيسي ما قال لهم انتو شاركوا فيها انتو دعموها تتنجح بد ايه سألك سؤال اليوم لو نحن العالم سمعت مني لما قلنا نحن ما نعمل حكومة من ستة شهور لمدة ستة شهور واصلاح هذا الكلام كان بنوفمبر الماضي كلا خصنا كلا خصنا طيب كلا بعدنا عم نتقاصم السؤال اليوم لهالطبقة السياسية شو خصر سعد الحريري لو كان بها السنة قاعد فيها برا حزب الله لو قاعد برا فعليا لو حركة امل لو طيال الوطن الهول فعليا قاعدوا برا وبعد سنة ما رشحة بتسقطوها يا خي شو المشكلة ما انتو المجلس نويب بيديكم بس المشكلة اذا لجحت هذه الحكومة ستبقى ما بس تبقى كنا بدنا نعمل انتخابات مبكرة لو هالحكومة جاءت كنت لازم نعمل انتخابات مبكرة لانه لن يمكن تغيير هالطبقة السياسية الفاسدي الا بانتخابات مبكرة لانه من نحن نظامنا نظام برلماني نحن لا يمكن الشي سابت بها البلد هو البرلمان والبقاية متغير هني يلي بالاخر بيعطوه هني اخدين الثقة من الشعب يلي على اساس يستعملوه لانتخاب رئيس جمهورية رئيس مجلس نواب رئيس مجلس وزراء اذا ما كان في عنا مجلس وواب يكون عنا فيه الاكترية بس انا بيجي بقول للثورة مضروح يناخد الاكترية 30 واحد بيكفي من اصل 122 من جمد هالمجلس على اجريه ما بخليه بالاخر درار خلينا نشتل كلاتنا مع بعضنا على انتخابات تنقدر بالاخر نعمل تغيير قردي كان في عنا نحن عشر نواب يعني قبل الاستقال باربع قاب كنا عم نشتل مع بعض تنعمل كتله تصور هولي عشرة واربحنا بجولة مكانوا هن بسيطرين وقبل الثورة بلبنان تصور شو معقول نعمل اليوم لو صارت انتخابات مبكرة هيدا هو الشي نشتل عليه صدقني فينا نعمل تغيير وخلينا نقول للثورة لازم نكفت لا ربحانين اسقطنا حكومة الفساد اللي كانت موجودة في الماضي لم نسمح لهم انه يرجعوا لا اول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة لكن بالفعل العالم شايفين انه صار في قوة بها الثورة ولازم نكفت استاذ فؤاد مخزومي حرق حسان دياب حرق مصطفى أديب برأيك الترشيح اليوم تكليف الرئيس الحريري نفسه رح يحرق صبيعون الرئيس أنا استغرابته اول شي هو عين حاله يعني بالمقابلة التلفزيونية قال أنا المرشح الطبيعي الوحيد يعني نحنا كلها بنعرف ان 2016 المعادلة يلي صارت وقتها برعاية حزب الله انه تخلينا نتفق كلها منجيب الزعيم السنة الاقوى بنعمل رئيس وزارها الزعيم الشيعي الاقوى بنعمل رئيس مجلس تعرف القصة كلها ونجح فيها حزب الله بقانون الانتخاب اجا قال لو كان فيه بشمال طه ناجي يلي هو مثل عدنان ترابلسي قرروا يسقطوه بشمال لمصلحة سعد الحريري حتى ما يقولوا الا انه فيه زعيم واحد نتعامل معه ولا هو سعد الحريري هو حليفهم للفعلي نفس الشي بصار مع الرئيس بالري الرئيس بالري اخذ مئة أرسوط اقاد من حزب الله بالانتخابات عطوه 16 واني اخدوه 15 بنتطلع نفس الشي بتالوطن الحر لكن بالفعل حزب الله قرر سلف مين هو الزعيم الاكبر حتى يلي بيرتحلون جاءت الثورة بـ 17 اكتوبر وكشفت هل منظومة كاملة دخلك بدي أسألك اليوم الحريري معه 19 ولا 20 نايم فيه رجعلي مصريتي فيه ياعمل رئيس وزارة اليوم الرئيس بري لو فيه انتخابات هو مسؤول الهندسي المالية طبعا اللي بدي أسألك من جيبه لرياض سلامة أنا وياك رفيق الحريري طبعا وكانت استمراري والبرهان باخر مقابلة مع الرئيس الحريري على التلفزيون اه لا بكل صراحة بالنسبة له رياض سلامة عم يعمل شغله طيب اذا كل اياتنا اللبنانيين شايفين انه رياض سلامة هو كان من الادوات الاساسية اللي قلنا لها البونز سكيم واذا انت اليوم عم بتقول أنا رئيس وزارة اصلاح بدي ايش يغير بس السوابة طبعا الماضي ما بدي يغيرها بتأخذني شوه الاصلاح اللي جايب لي مهمنا نحن اليوم اصلاح اقتصادي اصلاح اش اسمه بدنا نصلح بموضوع القضاء وكل اياته طب اذا اليوم كل اياتنا مرتاحين لهالوضع الكافي شو راح تجيب لي زيادة على الطاولة اللي ما جبت اللي بالماضي بدنا نحكي شوية استيس فؤاد مخزوني بالبيت السني هل اليوم نادر واساء الحكومات السابقين صار هو قمة عرمون الجديدة هل اخذ محل ايضا دار الافتاح هني عينوا حالهم حاليوت حاليوت لبنان كل واحد بيعطيها الحال دور اوكي ارروا هولي الشباب يعدوا طب بتسرق سؤال حسان رياب ما عضو ما شو رئيس وزارة سابق لا ما بيدعول الاجتماع هني قرروا مين بودوا يطلع لانه مصالوحهم تشابكي خلينا نكون واقعيين الالفان وخمسة بعد استشهاد الرئيس الحياة الرئيس السنيورة اليوم مش على تواصل يعني وعلى هكي رئيس السنيورة اسكى واحد ما نتون نقول بصراحة فهمان الجو العالمي بس فهمان انه بالاخر ما عنده مصلحة يطلع ويقول فعليا يلي هو ميفكر فيه بقى الله خلينا اللعب اللعبة هو عرفان انه امكانية رجوعه للحكم صعبة بس بيقول لك لابد يعمل مشكل بعض عن الشر وغنيله وانت لاحظت قال الرئيس السنيورة بوقتها لما بفترة تكليف الرئيس مصطفى ديب او مصطفى ديب شو قال قال نحنا كان بدنا نواف اسلام بس حزب الله ما كان بده شو قالي لك لها الرؤسة الوزراء لك كل واحد منكم اجا بيت تعليمات من حزب الله كل واحد منكم اجا بموافقة حزب الله كل واحد منكم اجا بالاخر لانه في اتفاق مسبق مع حزب الله لك انا شو عم تحكوا انتو نحنا بدنا الشيعي وما بدنا الشيعي وبدنا هالمواضيع وتطبيق الطائف الطائف لم يطبق ولما نحنا منجي بنقول السنة ولح ما حكيها بطريقة اللي انا عادتنا ما بحكي فيها لما نحنا بالنسبة لانه مد اليد على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ما كان فيه امكانية انه يمد اليد على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لو ما رئيس الوزراء وافق على عملية السماح للاخرين بيمد اليد هاي رفيل الحرير بحياته ما تخلى حدا ما تيده عليه بس هلأ عم بيعمل بطل لرئيس سعد الحريري بشو عم بيرد على رئيس الجمهورية انه انت بتعمل تأليف قبل التكليف انا رح كلف حالي وراح كلف وقلف قبل الاستشارات يعني يعني بالاخر انه اتناتهم انت بكلمة كادة اتناتهم انهم محترمين الدستور ده بدي اسألك سؤال رئيس السلطة التنفيذية بلبنان بعد الطائف عنده هو ومجلس الوزراء السلطة الكاملة بسؤالي لا ده بسؤالي لا إذا انت لحتى تحط نقطة على الطرف التاني بتزايد بعملية انه تمسيح الارض بالدستور تبعنا ما تاخذني شو هالسلطة التنفيذية بدأ قديرها هاي صفة هي صفة ديكتاتورية بعدين لا نعتبر انه اليوم التأخير بالاستشارات كان خطأ وانا ما اعتد لازم الاستشارات كانت تصير دايما على وقتها بالنتيجة بدنا حكومة طيب اذا غلط رئيس الجمهورية بحسب قوله للرئيس الحريرة بيجي بعين حالي وبكلف حالي وبروح بعمل استشارات وبتركب الحكومة قبل ما يصفى الاستشارات هاي دا منو بالاخر طعم بالدستور السؤال للرئيس الحريري والرئيس مئاتي وللكل اليوم لما سنة بيقولوا نحنا تنازل في حقوق مد اليد على رئيس المجلس الوزراء ما انتو كنت رؤساء الوزراء الاربع انتو يلي تنازلتوا عن الصلاحية انتو يلي بالاخر لمصالحكم الشخصية ارضيتوا تمرقوا قوانين ومشاريع يلي اليوم في علامة استفهام من الشعب ومن المجتمع الدولي على عملية شفافية الترسيئة الترسيئة العقود وكله لكن مين يلي جبركم اليوم الرئيس رفيق الحرير اللي يرحمه ما حدث ما كان دايما بالاخر ما يمضي لما شير الامور تيجوا لما ايجا السوري ما يمضي لا انتو مضيتوا لا انتو بالاخر فطوا على الاخر به هالمواضيع لا لا ما يأخذونا هيدا الموضوع ما بيصير الشعب حرام الشعب جيعان الشعب ما ميقدر يعلم ولاده الشعب ما ميقدر يحكمه وهلأ جاييني بنفس الاشخاص بدك تعملها بعدين انت قريب بليه جارية الاخبار انه تم الاتفاق مع الرئيس الحرير انه في حالة تم تكليفه خميس الجاي الاسامن لح تنعطاله وهو ينقب بناتهم وان هي الاستقلالية لك مرجعنا لنقطة الصفر بعدين بدأسهل السؤال كيف للدرق الشيعي اليه حق يعين وزراءه والمسيح ما له حق يعين وزراءه كيف الدنسة في يعين وزراه والمسيح ما في يعين وزراه معلاش يا لكل يا ولا واحد استة فؤاد مخزومي تصحح تنفي او تؤكد هل فعلا جبران بسيل طرح اسم فؤاد مخزومي مرشح صالح لرئيس للحق象 ابدا انا اللي اللي طرح اسمه هو رئيس الجمهورية واليوم إذا رئيس الجمهورية طرح اسم ما هو طرح اسم الحريري بالماضي هو طرح اسم سعد الحريري أكثر من مرة أنه إذا طرح اسم فواد مغزومي من رئيس الجمهورية يكون خطأ لكن إذا طرح سعد الحريري يكون صح ما هدي من صلاحيته هو اللي بيعون constru المراسيم اليوم بتقلي إنه بالآخر ما في ممانعة بيقلي لي لages من عنده ممانعة اللي إذا بنحك بالواقع هو سعد الحريري طبعا لأنه أنا تحديتهم كلهم وهو ما تنسى قال بثلاثة أيام قبل الانتخابات أنا بدي سقطه مين هو دفواد مخزوم تسكره ميته الحمد لله الشعب تخبني لكن اليوم موضوع الشخصي إذا لح نظلنا نتعاطى نحن لسوء الحظ بالسياسي بالشخصني في حياته هالبرد اليوم شو هي المشكلة اللي عم نشوفه بكل التكليف وين حصتي وين حصتك كل شي عم نقول نحن ما معقول يكون في واحد إليه حصة ولا أيمان حصة عدوا كلكم برة عطونا هالستة شهر حتى نعمل هالحكومة عطونا هالستة شهر الفرنسي والأمريكي والخليجي مون تنعمل يعني حضرتك تترأسها إذا اليوم أنا بالنسبة ليه هذه مسؤولية إذا كان مطلوب وإننا نحن فيه عندنا البرنامج يتم التوافقية طبعا أنا فيه أعملها بس أنا بأعملها مع فريق متكامل مش إنه أنا بدي إيجي بدي أتكون الفريق كله متفق عليه بدي أسألك سؤال لو كلا يتنقضوا عجنب بأكتوبر الماضي وخلونا بيها العشرة شهر ما كنا بالإخر شفنا المجتمع الدولي واقف جمنا بل المجتمع الدولي عم يطالف فيها اليوم يلي أنا بخاف فيه إنه لما إلنا بعد عشرة شهر بيجي هلا بنجي يقول لك خصتك وخصتي إلا فيه فرنك لا حيفوت على البلد ولا فيه شي من هون نصيحتي لكل الكوى إذا اليوم نحن جبنا حكومة مستقلية من رأسها لوزراءة ونشحت لجماعة الحريري ما حيكونوا مستفدين جماعة حصب الله ما حيكون مستفدين جماعة عام ما حيكون مستفدين طبعا لغا نعطوه المجال للكل بس إني خايفنين إنه مثل ما تفضلت أولي الحلة إذا العالم شافت إنه فيه إمكانية تغير بلايهم لما بتجي الانتخابات لحيتفع وهذا هو اللي يجب نحن والثورة نشطلها علاقة استاذ فؤاد مخزومي بدار الفتوى واستطرادا هل الرئيس سعد الحريري هو دائما الإبن المدلل في دار الإفتاء أنا هيدا دائما شوف لما صارت عملية حكومة التكليف الرئيس حسان دياب صار فيه جدل تذكر يعني فيها وتأخرت استقبله ما استقبل هو خليه يكونوا واقعيين دار الفتوى مؤسسة تابعة إلى رئيس المجلس الوزراء يكونوا واقعيين ونحن بتعرف دار الفتوى من على أيام السلطة العزمانية تابعة للحاكم صحيح عند استقلاليتها وعند قوانينها بس من نتيجة موازنتها وكل شي بيجي من موافقة من مجلس الوزراء لكن اليوم يلي كان موقف سمحته وانا قلت وقته من دار الفتوى انه انا ما شغلتي اتدخل بالتكليف ولا بيما معي لانا بالنتيجة مؤسسة دامر مؤسسات الدولة ما انا اللي بنتخب رئيس وزارة نهار يلي بيصفي فيه التكليف والزلمي بيصفي موجود أهلا وسهلا وستقبلوا إذا بتتذكر وقتا لها بقى اليوم مننا عملت انه بالآخر مع أو ضد تاريخيا دار الفتوى ايه هي أقرب ل كان الرئيس رفيق الحريري وبالاستمرارية صفت أقرب لبيت الحريري بس بالنتيجة ما شفت أنا من المفتي مواقف يلي هي مزبوط بالانتخابات الماضية هو مشي مع الحريري ضدنا كله ياتنا بس أنا بدي أسألك سؤال أنا كمسلم سني أنا بتطلع بيدار الفتوى كمرجعية دينية موجودة بلدي بمعزل إذا فيه اختلاف بيني وبين الشخص الموجود فيه أنا مع المؤسسة ونحن دايماً بنحمن المؤسسة وبتعرف نحن كل مشاريعنا كان مؤسسة مقسومة ولا بي دايماً بنوقف نحن مع دار الفتوى لأنه بالنتيجة هذا دارنا مش دار شخص بالنسبة لألي في بعض سياسيين بيعتبروا أنه هاي دي لألوان هاي دي مش لطن هنو لأنه اليوم هنو موجودين وكان منهم موجودين لكن إذا ما فهمنا على بناء المؤسسات ويكون عندنا علاقات مؤسستية مع بعضنا إلا ساعة طب الأخير لحن نرشع لمبدأ الغاب يلي وصلنا للحالة الخراب يلينا نحن وصلين فيه اليوم وبدي أسأل يعني طبعاً عن علاقاتك العربية الخليجية هل هي جيدة وماذا عن العلاقات مع إيران لأنه إذا كنت كتير جيدة مع الخليج تصبح إيران يعني عقبي أمام وصول الشخص إلى النيابي أو الوزارة أنا بالنسبة لي وضوح العلاقات خارج لبنان أولاً مع بلاد الخليج على رأس السطح وإذا كان هناك خيار بين الخليج بين السعودية والإمارات وإيران خيارنا السعودية والإمارات هذا لا يعني أنه نحن بدنا حرب مع إيران نحن نتمنى الخير لإيران نتمنى أنه تنجح وتحل مشاكلها وإذا بكرة بالمستقبل ما بقى فيه عقوبات وصفى للتجار اللبنانيين رجال الأعمال فيه تعطوا مع إيران لا لا بس تجد قل لي اليوم عندي 450 ألف لبناني عايش ويرتصق من عشرات سنين من السعودية ومن الإمارات ومن بلاد الخليج بدي عرضهم للمشكل وللخطر بس تعامل سياسي أمراً كانت كونه سياسي نحن أبلاً بهالموضوع واضحين ولا يمكن أنه تغيير فيه مش فقط لأنه بالآخر وقفوا معنا وما خلوا لبنان إلا بكل المحن وقفوا معنا 450 ألف لبناني عايشونين رأفة بها اللبنانيين بدنا نعمل هالموقف الموجود فيه وأنا بزعل أنه لما ضربت القرنكو ما كان في موقف من الحكومة من 2017 أنه شو صار من 2018 عايبي شون ليه لما نحنا كل مرة عنا نحنا موقف جدة بهالبلد السعودية والإمارات والكويت كلهم عم يقفوا معنا هني بيصفي فيه عمل إرهايب ينضرب فيهم منطنيش بعدين تقول لك شاولي أنا شو خصني باليمن أنا كالبناني شو خصني باليمن شو خصني بليبي شو خصني بالعراق أنا لبناني بدي أتعاطم على لبنان وتأمنى الخير لكل البلاد العربية لأنه والغير العربية لأنه بالنتيجة أنه إحنا مننا طرف لحتى نكون بسياسة المحاوف استيسبوك المخزومي طبعاً بدنا نتابع بهذا الموضوع ولكن الاستطراراً طالما أنه عم نحكي عن العلاقات العربية فيه كامستري مفقود بين الرئيس الحريري وولي العهد السعودي وبعد المشكلة القائمة أنا ما بعرف بصراحة ما بتابع هالشؤال أو ما بيهمني أوكي بصراحة هذا مشكلته هو بيننا مشكلتنا نحنا إذا فيه مشكلة يروح يحلها هو بس أكيد لبنان ما لازم يدفع التمن لأنه هو أرر الرئيس العهد الحريري أنه يمشي بخط يمكن أن الخليج أو البلزات للسعودية تعتبروا أنه بالآخر ضدها هاي دي مشكلته ودي يحلها بس نحنا لا نمكن أن نرضى لبنان يتأخذ بهالمحاور يكون ضد المملكة العربية السعودية برأيك هل يمكن أن تطول فترة تصريف الأعمال يعني هل نحن أمام تأجيل تاني اللي هي الاستشارات النيابية تقول لك شخصي أنا ما بفهم ليه أسقط الرئيس حسان ديب بصراحة مزبوط الجريمة كبيرة وكان لازم يكون فيه تحقيق بس أنا كنت أفضل يكون التحقيق بالمرفع يعني طبعا لازم يكون يكون كان الرئيس الوزارة جالس مش أنه بتصريف أعمال يمكن فيه قوى السياسية وخاصة الثناء الشيعي شف لك هيا فرصة ونحن بتعرف كان بدو يجيبوله للحريري لبن العصفور وما بعرفاش قال لك بركب انسقطه وخاصة أن الرئيس حسان ديب فكر حاله فيه أسقط مجلس نواب لما قال نحن في نادية لأنتخابات مبكرة هادي بعتد انخلطها بس بعتد الثناء الشيعي كان لازم يعرف أن الرئيس حسان ديب ما بيمون على الوزارة ما هي تصوت بس أسقط على أمل أنه يجي سعد الحريري واضح أنه الأمور ما بيشرب بهذاك الاتجاه اليوم كلها كنا نسمع أن حساب الله بفضل أنه هالحكومة تضلّة ما بعد الانتخابات الأمريكية تعرف شو التوجه له وهنا أنا بعت اتخطأ من السياسيين في لبنان يلي عميراه على تغيير بالسياسي الأمريكي في حالة نجح جو بايدن مقابل الرئيس ترامب كلها يتم نعرف الإدارة الأمريكية بمعزل من الرئيس صعب أنها تكوّعها يعني أنه ممكن تأخذ الجدول الأولويات وبيتغيها بس بالفعل الإدارة ما بتغيير فيها وتاني شي كل التوقعات يمكن أنه الانتخابات لا تحسن بـ 3 نوفمبر يمكن تروح للمحاكم طب نحنا ما عاد قادرين ننطر بعد بهالولد ما يكون عندنا حكومة تنكفي فيها ما هون أنا بقول أنه التوقيت إسقاط حكومة الرئيس حسان دياب كان غلط أو عربينه كانوا غلط حاولوا يجيبه مصطفى قديم بس اتمرهن أنه بالفعل سعد الحرير ما بده حدا غيره لأنه ميما جرّب بيفشله والسؤال إذا كان فعليا تم الاتفاق مع الفرنسيين أن يكون هناك رئيس مستقل مثل مصطفى قديم وأنا باعتمد بيحترمه هالشخص لأنه كان عنده الجره يقول أنا مضمنح كفي بس السؤال ما كان أجده بحساد الحرير يسمح له هو يقول أنه لا أنا لح أرضى بموضوع الشيعي لوزارة المالية بدلا ما يطلع رئيس الحرير يقول أنا أررت عنه أو أنه يطلع على جيم ميات ويقول بكرة بما أنه ما أخذ يلي بده إياه لحن نخليه يستقيل طب خيش وين بقى الاستقلالية بحساد الحرير لن يرضى إلا بسعاد الحرير بس نحن جربنا وما زبطت معك لقد نقود على جرب خلي بقى الغير أنه يدير هالموضوع وإذا نجحنا ما أنت جماعتك مش حنين ليش السنة ما حيستفيده إذا كان في وضع اقتصاد مني حول الشيعي أو المسيحي أو الدرزي من هون أنا بقول التدخل الفرنسي المبادرة كانت كويسة لسوء الحظ اعتبر مستشارينه للرئيس ماكرون قرروا أنه يرجعوا لحواضر البيت تحت إطار خلينا نجيب فلين ونجيب علتين ونجيب أنا باعتقد اليوم لدينا فرصة تنعطي للعالم يلي حابب يقف معنا حكومة مستقلين من راسة لأوزراء بس إذا كان الطبقة السياسية رافضة أنا شايف الوضع الاقتصادي اللي هيتدهور أكتر وأكتر وشفتنا محاولة البنك المركزي مثل ما بنعرف ليدخل بالموضوع السياسي بيطلع تعميم بيش بديدنع أنه العالم تصرف في الفلوس تيفلس البلد أكتر جرل لما طلعت الخبرية قبل الخميس الماضي أنه ينزل سعر صرف الدولار هلا اليوم سنعنا ست أسعار لتحويل الليرة والدولار وين إله حق حاكم الموظف درجة أولى بالبلد أنه يقرر سياسة البلد ويقرر هو مين بود يدعم رئاسة وزارة ومشان هيك رئيس الحريري قال على التلفزيون أنه نحن ما أنه مستعد يفتح ملف رياض سلامي حبيبي هذا موظف في الآخر إهاني للشعب اللبناني إذا بتقول أنه ما في حدا إلا غيره يكون موجود فيها من هون أنا بقول خلينا بقى نشوف إذا تجرب هالمعادلة المطروحة وأنا بقعت للعالم كله لحيوف فيها لبنان يعني سمعت فيها دولار واللولار والتشولار والليرة والليرة هذي عاجوتني رح نصير بيتكوين آخر شي كمان لا ما أخطر من هاي هو الفكرة بده نشف الفروس من البلد بس تراجعوا المصارف اليوم عن خفض السقوف خلينا إسرأك سؤال نحن حسب قانون نقد والتسليف سمحنا للبنك المركزي يعمل عملية كنترول على السياسة النقدية أوكي ما إلو علامة الاقتصاد وحسب قانون نقد والتسليف بيقلك الملك المركزي ممنوع يمول الحكومة أكتر لمدة ستة عشوة 25 سنة مولة اليوم فيك تفسلي بلد دخلوا بالليرة بصريفوا بالليرة لا عنا معطيات تحتنا بيع بعملي صعب بصدر بمو دولار قبل قبل منصدر بثلاثة مليار منصدر بثلاثة مليار سؤال ما ما عندك دولار ما أنت بالأساس ما عندك دولار أنت عم تجرب تعمل هالبونزي سكيم ركب السعر الصرف على الليرة تدحق على المواطن اللبناني وهون أنا بقول نحن بالدخل الواطي تبعنا فينا نعيش حياة أفضل لأنه أنت كنت عم تعمل نوع من التمويل لكل شي فيه أشياء نحن كنا عم نصرفها توصلت المرحلة كنا بالآخر الله تطول بعمرهم اللبنانيين بالغربية يبعطونا 7-8 مليار دولار هالفرقات كان يغطوها التحويلات اللي من خارج منها بيسألك أنت اليوم لن بيجي لعندك البنك العالم كله عم يعطيك نصب المية وواحد بالمية بيأخذ مصريتك بيروح للبنك المركزي بيقول له للبنك المركزي أنا مع المصارف بيأخذوا منك بـ 8% بعدين بيديرها للحكومة بـ 2% ما بدك أنشتاين تعرف هالمعادلة ما بدأين أوكي واحد تاني شي مين هو البنك المركزي تيسمح لجمعية المصارف تيبلش يقوله أنا ما بيسمح لك تصرف ولا تصرف مينك أنت بالأخير أنت اليوم شريك بالسرعة مثلك مثلون أنا أعطيتك فلوس هالفلوس وبالما موافقتي ما بيجي بيقول لك وين مصريت اليوم بيقول لك أنا شو دخلني الحكومة سرقتهم حبيبي أنا سلمتك يون لأي لك مشتاب حكومة بس عمليا عمليا لا نحنا من النساء لأنه هلأ يلي عم يعملوا البنك المركزي مع المصارف أنت بتعرف كان بالأول عم يقوله إذا بتحول بالـ OMT أو بالـ وصل يونيا يعطوك يون تحول دولار طبا تأخدو فجأة شايف البنك المركزي أنه ما بقى فيه دولار عم يفوت على البلد بشكل رسمي لكن بدي يحط إيده على الدولارات إجا قال لهم للهول ما بقى فيكم أنتو تعطوهم فراش دولار بتعطوهم يوم بالـ 4000 3900 صفه هو ياخدها يصرفها بالسوق السوداء بـ 8 و بالـ 9 يطرح من الديون يلي عليه ويصفي عنده الدولار يلي يستعملوا عشان السلة الغذائية فجأة شايفوا هول التجار واللي بيهربوا عنا في لبنان إنه هيدا باب منيح خواد من جايبة المواطن وخلينا نهربوا إلى سوريا صرفها إنا نهرب الدواء ونهرب المزوت ونزهرب الطحين طيب خيأة أنا شو خصني أنا كمواطن لبناني دخلي 700 ألف ليرة 200 ألف ليرة أنت لأنه بالآخر أنت من الطبقة المنظومة وعندك 5 فلبينيات صفيت أنت بدك تعطي لهالطبقة المنظومة إنها تشرب 1500 وأنا بالإقراء عم تكلفني 8000 لما تركب القصة به هالموضوع هيدا واحد نين لما بيجي بيقول لهم للمصارف أنتوا بتقرروا أنت بقانون نقض والتسليف لا يسمح لحاكم البنك المركزي أو للمركز المركزي يعطي على الصلاحية ويجيرها لشخص تاني لخيأة اليوم شو صفة عم يعملوا أنت إذا لو حولت فريش موني هلأ على المنوكة عميش بيقول لك أنا بدي بدي بيسموها عمولة 10% طيب يا خيأة أنت لما حطيت مصارية واسرقت لي يوهم كنت عم بتعمل فلوس وبنرجع عم بتعمل فلوس طيب معقولي أن احنا المصارف عنا لما سجلوا ب93 عنا فوق كان 62 بنك ما بين انفاسم البنك وبنك تجاري كل اللي عندنا 3 مليون مودع هادي اللي ما بتركب بالعالم 3 مليون مودع عندك لأنه كل طبقة سياسية عملت بنكة حتى تستفيد من هالبونزسكين طيب أيعقر اليوم أنك أنت حطوطن هول لبنوكة اللي حتى تصفي بتعمل لهم بتعمل لهم هندسية 8 بال2016 ليه أنت كل التعميم اللي عم تعملها يا حاكل بلكن مركزي عم تعملها من 2015 رجعني ل2015 رجعني لما عملت أنت كنت مرشح لرئيس الجمهورية أردت وصف مرارينا مشاكل رئيس الجمهورية تدفع للإعلام وتدفع للسياسية كل واحد من هالبنوكة عنده مرجعية سياسية كانت موجودة بالبلد خوي أهلا بعدم تلسانه ادفعت أنا للنوك أعطيتهم 5.6 مليار دولار لشور المصريات أبوك حتى توزعهم أنت موظف في الآخر يجب أن تحول للمحاكمة أنت وكل هالشركاء الموجودين فيها مش أنهاء خوفنا أنه لما بده يترشح الحكومة الوفاق الوطني أو النفاق الوطني عم نحكي فيه اليوم هو لضرب عملية التدقيق الجنائي والشركية وتخطيت رياض سلامي وتخطيت الكل ما بسه رياض سلامي رياض سلامي هو واحد من شبكي اليوم كان يقدر رياض سلامي أنه يتصرف بهالشكل لو ما فيه غطأ سياسي يقول له ولا همك أنا رئيس وزارة أو أنا رئيس مجلس أو أنا كذا رئيس جمهورية حط إجريك المايبيردي ما حدا بيفتح لكه لا كله مع بعض التحقيق الجنائي يجب أن يبتب البنك المركزي يروح للمصارف ويروح للطبقة السياسية وهون نحن بيعطي الثورة فيها تنجح إذا تفشنا بهالموضوع لأنه لما اللبنان اللي حيعرف فعليا مين سرقه صدقني ساعتها لن ينتقل بس أنا بطمنك من هلأ مش رح فيك تعمل رئيس حكومي بهذا المنطق بهذه اللغة خلينا أقول لك شغلي أنا بالأساس بيعطي منحالي من الثورة مني طارحة لرئيس وزارة أنت سألتني السؤال فيك تعمل رئيس وزارة السؤال إيه نعم فيه أعمل رئيس وزارة السؤال بدنا نعمل رئيس وزارة نحن خلينا نشترك اليوم لغيير النظام لتغيير هالطبقة الحاكمة لأنه إذا ما غيرناها كلاياتنا بالآخر اللي حنفتش عنا يخذ فياز حتى نمترك البلد ممئة ألف فيزا مقدمينا أهلنا مشان عملية الهجرة وين اللي حيكون في عنا أقول أهم دكاترة أهم مهنسين أهم أساس الجامعات عم يتركوا البلد قوتنا باللبنان شو كانت المستشفى والجامعة ما بقى في عنا ناس أنت بتعرف أولادك وأحفادك ما عم ياخدوا شي على أونلاين لما عم يحطوا الونيون هذا الهايبرد سيسلم سؤالي اليوم عم تحكي على أدوية عنا نحن بالمؤسسة بتعرف موزع دواء عم يجوا عالم عم يطلوا البرادول ما قدرين بقى يشتروا ولا أقو بالبلد هيدا هو البلد بدنا رجح الطبقة السياسية يلي وصلتنا لهون حتى يكفوا بعملية السنة والنهب ويحموا بعضهم أنا خوفي أنه إذا جاءت هذه الحكومة مثل ما أنا متروحة وهوني أنا بستغرب أن الرئيس ماكرون ما شايفها الفكرة هي تغطاية الماضي كلهم يعني كلهم وبدن واحد منهم غير هيك ما بتركب القصة نحن لازم نرفض هالمعادلة ويكفي من مشوارنا ما بعمل رئيس وزارة ستين عمره ما تكون الهدف أولا هو البلد مش عملية نحن نترقص أو نعمل رئيس وزارة استاذ فؤال مخزومي نتاب إذن معك هذه الحلقة قبل ما ننتقل المحور الأخير هو الترسيم وما يحدث في واشنطن بدي أرجع بس اسألك السؤال الأخير بي الموضوع السياسي كنت سألتك بس الإيجابي كانت تحتمل للإجتهاد كنت سألتك إذا مسألة الاستشارات النيابية قد تؤجل مرة تانية وقد تؤجل مرة تالتية و استطراجا مسألتك هذا السؤال هل بنهاية المطاف سيضطر الرئيس الحريري إلى سحب تكليفه فأنا اللي سبعت وقته طلع بالنشرة هاي بالنهار التنين أو التلاتة الماضي بيقول إذا تأجلت الاستشارات أنا بدي أنسحب أنا بعتد رئيس الحريري بتمسك فيها أكتر من أي شخص مسأل رئيس برني نصحه أنه ما تستعجل وما تفض موقف وتصارف أنا ما بعرف من نصح مين بقرأ اللي تشوف بين الأشخاص رئيس بسعد الحريري قال أنا بدي واضح أنه ما فيه ما تمسك فيها لأنه بالنسبة لإله أنه لازم بيرشع لأنه ما قادر يعيش خارج هالتركيب يحده الموجودة فيها ألا بين نصحوا وما بين نصحوا ما بيهم لأنه بالنتيجة هو اليوم أنا يلي بحزن علي أنه نحن نستعمل الدستور وقت ما بريحنا ونمسح فيه الأرض وقت ما بريحنا نستعمل المنثاقية وقت ما بريحنا بس رئيس الجمهوري هو اللي أجل وأرجع الاستشارات بس ما هو لك شغل بالأساس الرئيس الحرير تصرف وركب الحكومة قبل الاستشارات لأنه ما علش أنه يوم فيها بعدين أنا سؤالي بسيط حتى نلغي الطائفية الطائفية السياسية بحكي حسب الدستور نحن مقدمة الدستور لأنه لازم نشكل على عملية أنه إلغاء الطائفية السياسية مقدمة وخمسة وثقية حتى بعدين لما نحكي على مجلس الشيوخ مؤخرا أنت بتعرفها يجب أن يكون أول مجلس نيابي حضر مد 22 حسب ينعمل بغير قيد طائفي وبعدين نحكي عن الموضوع لقى بالوقت الحالة نحن نظام طائفي كل واحد كل طائفية في أرضة الشقفية اللي بتريحها فيه من الطائف كان هناك نوع من التفاهم أنه حكومة ميثاق وطنية وحكومة وفاق وطنية وكذا كل هذا عظيم ما نجح لليوم السؤال طالما هذا الجو موجود والعالم أسقطت حكومة الحريري بأكتوبر 2019 تحت كلهم يعني كلهم بأي صفة فيك تجيب واحد منهم وتقولوا أنت فيك تعيم وزرائك ما فيه أطلب من المسيحي يعين وزرائك كيف فيه إجل عندك أنا بدك أنت تعين وزرائك بس الشيعي الشيعي والدرسي يعطيك الليستة بس المسيحي ما إلو حق يعطيك يعني ما أحق جبران بسيل أنه كيف تتصل يا سعد حريري بي والجملات ولا تتصل فيه شو بدي أنا هيدا هم موضوع شخصي أنا مفهود فيه هيدا موضوع مين اتصل ما يتصل أنا بحكيك بالمفهوم إحنا اليوم كشعب قلنا هالحكومة ما بدنا إياها لأنه هذه حكومة بالآخر كلهم يعني كلهم نعم وأسقطتناها مرة واثنين واثنين واثلاثة صح ولا لا أوكي بحكومة الحريري سقطت حسان ديام أسقطوا حكومة حسان ديام جرب يرجع إجا مصطفى أديب سقط مصطفى أديب جرب هو يرجع هلا تنشوف من الدراون ثلاثة نعم اليوم طالما نحن النظام الطائفي بيقل لك كل واحد بيقول لك ما دي حصتي منعا حتى ما يصفي فيه عملية لعب الميطاقية عدوا كلكن على جنب خلينا نجيب فريق متكامل جديد يلي كده إذا في نية وأنا بلجت حديثة أنا باعتقد نية موجودة إنه الطبق السياسي بدأ لمصلحة يلي انتخبوها بس أنا باعتقد أدمرتاحوا لوضعهم ما بقى شايفين العالم يلي انتخبوها حتى ما نفوت بجدل نفساني إنه هني عم يشتغلوا مصطحة البلد أو لمصالحهم الشخصية عدوا كلكن على جنب خلينا نجيب فريق متكامل ونعمله اليوم إذا انت بدك تقول لا السنة إلو حق بس الشيعي ما إلو حق أو الشيعي إلو حق درزي إلو حق المسيح ما تركب القصة مش نهيك اليوم الاستشارات النيابية تأجرت لأنه بالفعل لح نوصل لمرحلة يمكن يصفي ونحنا سمعنا أنه في جهاد أحزاب مسيحية عم تقول أنا عندي أسلحة موجودة طيب هاليات وراء نحنا نفيها الدكتور أنا عمل لك شو سمعنا أنا ما بعمل صح ولا طبي عمل لها شو سمعنا بقى اليوم لما وليد جنبلاط بيقول هالكلام أوكي وموجود فيها ويمكن يكون غلط ويكون صح أنا ما عم فوت بها الجدل بس عمقول هالجو سفى موجود وصلنا عم نشوف مظاهر مسلحة بالبلد بس شو عم يصير كان بالماضي كل ما بيكون فيه كلام ضد الحكومة أنه في مشكل سني الشيعي هذا كزب ونفاق ما في لها مشكل لا سني ولا شيعي والبرهان مين بدي يمول السنة هل يكون بصراحة مين بدي يمول السنة خليج ما عندهم مصلحة يفوتوا على بها الموضوع هدا كله يتون لكن اليوم هايدي هالمظاهر التسلح موجودة أنا مني متخوف من مشكل سني الشيعي لأنه بالنتيش كلها تعميشوف منطة أساس منطة طريق جديدة يعني أشياء بسيطة ما في شي على مستوى لبنان هاي اللي رميني هون أنا بخاف لأن هون فعليا لح نرجع لسنة الـ 75 عملية مسلم مسيحي هيدا اللي خوفي وتاني شي إذا نحنا بنا نغير نظامنا وتكلم عن مين حكا على نظام الفيدرالي نظام اللامركزية الموسعة كله هيدا عظيم خلينا نطبق الطايف وإذا شفتنا في شي غطب في احترام للمئة وسبعين ألف شهيد اللي ماتوا والدماري اللي صاد للبنان اللي هلل عنا طلعنا منه إذا بدنا نغير أهلا وسهلا بس خلينا أول شي نشوف شو هو إذا فينا نطبق ولا لا قبل ما نحكي بها المواضيع هيدا هو خوفي اليوم إذا جبرنا إننا نطلع على الاستجارات يمكن نفتحها الباب بهالشكل هيدا المحور الأخير والأسئلة الأخيرة مع الاستاذ فؤاد مخزومي الترسيم ورح بلش بمحل معين فيه تمايز على ما هو واضح بين مواقف رئيس الجمهورية ومواقف حزب الله مش بس بترسيم الحدود بأكثر من موقف سياسي هل قرأت هذا التمايز؟ نحن اليوم كانت الفكرة أنه يطلع الساعة واحدة بالليل بيان من ثناء الشيعي باعتراض على تشكيل ما هذا الوفد كان معين له مدة ما منه شي جديد يعني منه أنه آخر دقيقة طلعت الوفد موجود فيها مضبوط اليوم رئيس الجمهورية هو عم يقود هالمفاوضات كرئيس الأعلى للكوات المسلحة لأنه هذا ترسيم حدود يعني عادة المؤسسات العسكرية بتون فيها بس من النتيجة كلها يتبنعرف أنه فيه قطبل مخفية هي موضوع البترول والغاز الموجود فيها وبعدين المحامي الموجود هو محامي شغلته يعني عنده خبرة بعملية هالمواضيع التفاوض الدولي هلأ بتقلي يعني مسيحي؟ اي شغلته يعني ما هو شغلته يعني اليوم نحن إذا أخذنا بس فقط عسكريين على التفاوض بجوز ما عندهم خبرة يلي غير كفاءات موجودة فيها وبعدين شباط موجود لأنه بليأخذ بمؤسسة النفو ما نحن نأخذها أكبر منها هيدا الموضوع هلأ يلي عم نسمعه وستمعنا من جماعة الأمم المتحدة وسمعت من من الإسماعنا من بالعلم من شنكر ومن غيره أنه بداية المفاوضات كانت يعني كتير بأصولة يعني نعملت ما كانت فيه لغلط بروتكولي ولا غلط الموضوع هل يترى إسرائيل بدأت جرب أن هي تستفيد منها بشي طبيعي أنت كل بلد بدأت يجرب يأخذ يشد الحافلة عنده بما أسهل فيها هيدا الموضوع مني شايفه بموضوع كبير لأنه بالنتيجة يلي مفروض يكون مسلم الملف هي السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية السلطة التشريعية دورة لما بيصفي عملية الاتفاق بتوفي على المجلس النووي أو لا يوفي لا استلم الرئيس بري لبدأت لأن حزب الله بده إياه وما بيأمنوا كانوا بالآخر السلطة التنفيذية حزب الله بس كونه أنه الرئيس رئيس الجمهورية شخص موثوق وفيه اتفاق بيناتهم فيها أنا بأعتقد هذا هو الدور الطبيعي اللي يعملوه بها الموضوع بقى فيه اختلاف أنا بأعتبر فيه اختلاف بالشكل مش بالمضمون لأنه بالنتيجة لو ما حزب الله كان موافق أنه يكون هالمفاوضات تبليش ما كان تجرأ الرئيس بري أنه كان يعلن هالموقف اللي أخده بوجود بوجود يعني الموقف اللي أخده لما كانوا التفوا أنه على الوفد المفاوض أنا بأعتقد فيه مشكلة به هالموضوع المواقف الثاني شي طبيعي اليوم أنت رئيس الجمهورية عم يطلع على عملية أنه مرأس أربع سنين ونص من عهده يعني ما ليش بلنات سهد أربع وزرات خمس محاولات تكليف رفت لأي كيف يعني شي طبيعي أنه يبلش يقول نحنا لازم نرجع بداخل مع الاتفاقي اللي بينه بين حزب الله بس من نتيجة اليوم رئيس الجمهورية إذا كان فيه اختلاف هوية لأنه شايف الأمور بالمنطقة بتغير أخيرا يعني نحنا بعدنا بلبنان عايشين عقدة الصورة عقدة المصالحة عقدة المصافحة عقدة المؤامرة أنه كيف بدو يطل لبنان على عصر الانترنت وعلى العصر الجديد وممنوع ملكة جمال أو مفاوض بموضوع النفط يتصور هو والإسرائيلي وقاعدين على زيت الطولة وتحت زقف واحد مش عم بيحكي عن المصالحة عم بيحكي عن المصافحة وصورة نحنا بالنسبة لإلنا مجتمعنا مجتمع مختلط الإيراني عنده حلفائه الخليجي عنده حلفائه الفرنسي عنده حلفائه الإماركاني عنده حلفائه بالبلد لأنه بالنتيجة كبلد صغير السياسي يعتبر إذا ما عندك بالآخر غطأ خارجي يتفضيون هذا ما نسمح لهم فيه لكن اليوم نحنا بدنا نقمن شيء اللي هو للأجيال القادمة لأنه أنت كل دولار بتشيله من الأرض ما بقى فيك تراجعه يعني نحنا اليوم نفهم بالسياسة النفطية كل برميل كل برميل كل بكفيد بسحبه ما بيرجع خلاص لكن إذا ما استثمرته بطريقة يكون دخله كل سنة قد ما هو بيكون عم ضيواتنا هذا هو كان برنامج من 2016 بهذا الموضوع المشكلة نحنا جماعتنا سرقوا الماضي سرقوا الخاضر وبدي يسرقوا المستقبل مشان هيك حكومة غير حكومة مساقلين بعيد عن هالطبقة السياسية لح نجي نعرض بالآخر نبيع كل أراضينا كل مؤسساتنا كل شيء فيه موجود تعطيك مسائل شركات الاتصالات اتنين ساليول بال2011 كان يموتون 11 مليار اليوم يموتون مليار بدي بيعهم هلا لا نحن بيعهم ولا حتنازل فيهم لا حدا بغير إدارة برجع لها إيمتها وبعدين ما عندي مشتري بمشارع بس مشابل نفسي نشير كازينو نشير في الميدليست معقول الميدليست عندنا 8 مليون راكب نعتبر أنه خيم 3 مليون للميدليست نحنا إذا بتاخد أنت التذكرة روحة رجعة من بيريز أو من لندن أو من روما لبيروت بتاخدها لدمشق بتاخدها لأبرس بتاخدها للأردن نحنا بتكلفنا 300-400 دولار بـ 3 مليون عم نحكي مليار دولار زيادة هيدا لا في كنفي ولا شي وين المصريات لأنه تبعين للحاكم بنك المركزي رجعنا لنفس القصة نحنا يجب أن يكون هناك خسخصة وإدارة فعليا رشحوا الرئيس الحريري لرئيس الحريري هذا مشكلته هو بس سؤال أيعقد نحنا بالوقت يلي العالم ما عم تجر عنا العالم ما بالآخر عم تسافر بشري طيارات جيدة بفصلوني يا خيش والمطي العواج اليوم وصلنا لمرحلة فين عملية استخفاف العقل اللبناني بس هوني أنا بقول هيدا أول مرة بقول لك صار في صحوي عند الشعب اللبناني وهذا بتمنى أنه بذكرى الثورة أن نكفي ما نسمح لهالطبقة تكفي بسلقنا بدي أشكر أنا النائب نائب بيروت السيد فؤاد مخزومي شكرا جزيلا ونتابع هذه الحلقة ستكون معي مباشرة لوري هايتايان كبيرة المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعهد حوالك من الموارد الطبيعية المعروف سابقا بمعهد رصد الإيرادات استيزي لوري صباح الخير صباح النور سني ما رأيت بعد نمحنا هل الثورة رح ترمي السلاحة هل يأيست هل من لست أبدا أبدا بالعكس أول شي أحلى صباح سورجة لكل السائرين بلبنان وبدنا نأكد أنه هاي دي 17-20 كانت محطة وما كانت النهاية وعلى الأكيد أنه الصقمة ما خلصت مع الثورة وتغيير النظام بالبلد والانجازات الكتير كبيرة اليوم يعني ما بدنا نقعد نبكي وننوح لأنه يمكن ما قدرنا نوصل على بعض الغيات اللي كنا والأهداف اللي كنا حطينا ولكن لا شك أنه فيه انتصارات كتير كبيرة صارت لها الثورة واليوم لازم هالانتصارات أنه نتكل عليها ونبني عليها لنكف النضان فأول وانتصارات سياسة اقتصاد مثل يعني مثل مدرسة السيدات السيدات السائرات اللي كانوا بالثورة اللي اشتغلوا أنه كانوا حماية للسلام ولي اشتغلوا وأثبتوا أنه هن جزء لا يتجزأ من المجتمع وما فينا دايما نهمشهم وما نعطيهم حقوقهم وكمان صار فيه يعني ما بدنا ننفع اعتراف دولي بهالمعارضة هيدا المهم كمان أنه صاروا وقت يجوا هالوفوط برنسيين أمريكيين اللي بدك صاروا بدهم يسمعوا مين هن هالعالم اللي بنزمين على الثورة اللي بيحفوا عن دور لمدنية علمينية دولة القانون دولة وأسلحة كلها من ضمن المؤسسات ومش خيرجها فهذا المهم والأهم 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 أنه هيدا الثورة قدرت تسقوط سد بصري قدرت تسقوط سلعاتها قدرت تسقوط حكومة قدرت تسقوط على حسان الدياب وبذات الوقت ربحت نقابة المحامين ربحت طلاب ربحت انتخابات الطلاب الاليو وهلأ بالأيوبي في انتخابات وإن شاء الله كمان رح يتقودوا فهيدي كلها انتصارات كتير كتير مهمة لازم نظل مستذكرين وأن أعد نكت على أمور حتى صار فيه اعتراف من رئيس الجمهورية لأنه كنا بننزلين الثورة ووقتها كنا عم بطالب أنه يصير فيه تسقاط لكل هالدي المنظومة فالمومنتوم كان بغير محال يعني المومنتوم تبع الثورة كان بإثبات وجود الثورة إثبات رحاته وبعدنا وقتها يوصل الوقت المناسب تنقض نقض مع هذول المسؤولين للنظام وقتها بيصير يجي وقتها وقت المناسب كل شي بوقته حلو مثل ما بيقولوا فينا منقرر أنه يمكن وقت أنه نتحاور اليوم مع هذي السلطة يمكن استراتيجية تكون يمكن أنه مشاركتها حتى إثقاطها فهيضا متروك للزمن ومتروك للتطورات اللي عم بتصير على الأرض ولكن لا شك أنه بوقتها ما كان الوقت أنه يكون فيه حوار لأنه كان فيه ثورة عندها ديناميكيتها وماشية وعندها أهداف على وقتها الأنديكاب بعد سنة على اندلاع الثورة الأنديكاب الأساسي الثورة بعد ثورات متى توحيد الجماعات السائرة مش ضروري توحيد الجماعات السائرة وهيضا غلطة كتير عن كتير أنه لأ لازم كلنا نتوحد لازم نعرف ونحنا كلنا منعرف أنه بالثورة في كتير اختلفات بوجهات النظر على كتير من المواضيع وهيضا شي صحي بالنتيجة وبأي بلد اللي فيه معارضة وحدة فيه معارضات يعني وبالتالي نحنا جيد أنه هلأ المجموعات كلها عم تشتغل على تأسيس أحزاب لأنه العمل السياسي يقوم سقط من خلال الأحزاب ونحنا بنرجع الحياة الديمقراطية بنرجع حياة المؤسساتية فمهم أنه عم نتكتل بيه أحزاب جديدة منبسقة من 17-20 ومن روحية الثورة ولكن ما فيك تجمعهم كلهم نتوى فيه اختلاف بوجهات النظر الاقتصادية فيه حتى اختلاف بوجود حزب الله كمثل ما هو هلأ ويتترى فما فيك تجمعهم المواطن اللبناني وخاصة إذا فار فيه انتخابات بدي يكون بده مساج واضح فإذا أنت جاي مع أكثر يمين مع أكثر يسار جاي معهم كلهم نتوى ما بقف فيه مساج واضحة تار فيه تمغمو تار فيه إنه بده يعرف إنه ها وليش عم صوتنون وشو أفكارن وضوح ما بنا نغلط غلطة الالفين وثمنتعاش ونقول لأ كلنا طوا ونجمع أنا ضد هادي الفكرة يمكن يصير فيه معارضات يعني أحزاب هنه معارضة ولكن أحزاب معارضة مختلفة مش وحدة يعني فكله هادي الشغل عم بيصير وهاو كلهم من وراء ثورة 17 تشرين مشانيك بدي يقول إنه 17 تشرين كانت محطة 17 تشرين والنيدال مستمر والكفاح مستمر وإنتوا بهالمحطة بتعرفوا شو يعني الندال على مر السنين شو يعني كفاح لنوصل لغياتنا وبالتالي لا مكان لليأس أبدا اليوم أنا وقتا شوفت ابني عمره 17 سنة يستغرب إنه يه الرئيس الحريري ممكن يرجع يعود على السلطة وبيستهجن فهي دي معناتها بوزور الثورة حطيناها بالمكان المناسب ورح نضلنا نكافح وإذا أنا خلص دوري في ابني وبعد ابني رح يكون في ابنه أو بنته وهيك نستمر لأنه لبنان ما بلش معنا ولا بينتهي معنا ابنان كل عمره باقن كدولة وبدنا نوصل للدولة اللي متمنها الدولة المدنية العلمانية لكل مواطنين شو مكان وطائفته ولمدرشو كلهم واحد قدام الدولة قدام مؤسساتها للدولة قدام القانون حيث وفرت لي سؤال كنت أسأل أنه سقطوا حكومة الرئيس الحريري ويعود الرئيس الحريري بذكرى السنوية الأولى للثورة على كل حال العنوان اللي عم نشتغل عليه في هذه الحلقة كان السلطة والثورة استقبلت نايب اسمه الأستاذ فؤاد مخزوم نائب عن بيروت باعتقادي أنه لازم يمثل من حيث يدري أو لا يدري وبمكان ما بصفته نائب أنه يمثل السلطة تبين لي خلال الحديث أنه لا أقرب إلى الثورة شو بتريدت إلا لست لوري أول شيء ست لوري صباح الخير صباح النور أفكارها وأفكارنا قريبة كتير بالعاقس اشتغلنا سواء على ملف النفط وكان إلى دور أساسي بأنه ضو الأمور على الشكل يلي هو الحقيقة يلي نحنا مرئين فيها لا شك أنه الثورة ما فينا نجي نحطها بإطار واحد بس أنا خطو خوفي أنه سوف نخود الانتخابات سنة الآلفين واثنين وعشرين على هالقانون الحالي لأنه اليوم اللي عم نشوفه بالمجلس فيه انقسام عمودي بعملية تغيير القوانين إذا بيها القانون مهم أنه نتفق يكون فيه تحالفات كبيرة لأنه إذا ما كان فيه تحالفات كبيرة خوفي أنه هالطبقة السياسية ترجع بتاخد الأكترية مش رح تاخد نفس الأكترية بس لح يكون عن الأكترية وبيهمنا الشباب مثل لوري ومثل الجديد يلي موجود هني فعليا يوصلوا لأنه أفكارهم متقدمة علينا كل آياتنا بدي أشكرك أنا أستاذ فؤاد مخزومي لوري رح كفي معك كنت سألت زيت السؤال لأستاذ فؤاد اليوم صحيفة الأخبار عم بتقول رفعوا يعني عم بيحكوا عن الصور شعار كلهم يعني كلهم لكن لبأس أن يكون بينكم كوادر وقادة وممولون من أركان السلطة تعليق شوف بدي إلاك شي وبدي أخط مثل ما هني بيفتروا يعني سيد حسن نصر الله مرأة للسوار وحتى لمعارضينه أنه انتوا افتراضيات تبعاتهم دايما عم تكون غالطة مشانيك تحليك غالطة مشانيك أنه عم تكونوا كل الوقت مغالطين نحن بدنا نقول ذات الشي للأخبار واللي وراء الأخبار عم دين تلقوا من إفتراضيات غالطة عم دين تصيف صردوا من إفتراضيات أنه الأول شي نحن ثورة السفرات واللي هي غلط نحن السفرات عم تركض علينا مش نحن اللي عم نركض بعد السفرات وإلا فاعدينها ودعمينا ومدرش ومتل ما السلطة بتعمل كل تتقزم الأمور معه بتروح عند السفرات بتقلهم أنا مستعد يفاوتكم على تمثيل الحدود يلا بس خلوني بالسلطة ما تحطوا لي على أي عقوبات هاو هم اللي بيعملوا هيك مشان هيك دايما بيفكروا أنه الكل بيشتغل مثلهم نحن ما بيشتغل هيك نحن ثورا طلقت شعبية لأنه في حاجة كان لأنه الوضع مأساوي والوضع شوف لوين وصلنا تمنا لقد ما كان مأساوي الشعب ما كان قادر بقى أنه يعيش بها الغلع وبها القلة الاهتمام والقلة الرعاية والقوانين الخاطئة والسياسات الخاطئة اللي كانوا عم بيعتمدوها ولي بعضهم عم بيعتمدوها لأنه هن مبكولين عن عن الشعب هن بغير مطرح هن بفتادهم هن بعالمهم وثاني بطائفتهم وثارتين هالشعب عم بيموت مشان هيك كان في ضرورة الثورة مثل ما اليوم في ضرورة للشعب يسمع صوتهم نحن كمشي بيحكوه بالأخبار مش معانيين فيها ودولة من أخبار هن من عندهم من خيالهم من نسج غيالهم لأنه بيهمهم دائما أنه